طيب أستاذ عصام إذا كان ما يحدث يحدث أمام عيوننا وإحنا شايفين اللي بيحصل ومش قادرين من كتر الجرائم أن احنا نوثقها ومال إيه اللي بيحصل في المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفي المعتقلات الإسرائيلية ده إحنا بعيد عن عينينا إزاي هيتم التوثيقه وإزاي هنبقى عارفين إيه اللي بيحصل له مطلب مشروع من المطالب اللي طلبتها السلطة اللي طلبتها المقاومة في غزة هو الإفراج عن المحبوسين في سجون إسرائيل مقابل الرهائن اللي موودين وده أمر بسيط جدا خاصة وإنه في تجارب سابقة تمت وتم الإفراج عنهم وفي كثير من الأحيان كانت إسرائيل بتفرج عنهم وترجع يعني طوبط عليهم مرة تانية عايز أقولك كل اللي تم سجنهم في إسرائيل خرجوا ووثقوا ما حدث معهم سواء النساء أو الرجال ورفعوا أضايا بعض هذه الأضايا ترفعت حتى داخل إسرائيل نفسها لأن إسرائيل في بعض الأحيان تبقى عايزة تقدم نفسها أمام الرأي العالمي على أنها دولة ديمقراطية دولة متحضرة بتحترم القوانين لكن في النهاية هي بتنفذ ما تسعى عليه كل واحد تم الأبضى عليه في سجون إسرائيل هو بيوثق الحدث وعشان كده إسرائيل كانت حريصة في الأيام الأولى للحدث أنها تستهدف صحفيين تقريبا 18 صحفي بعضهم على الهواء مباشرة وبعضهم أصارهم بالكامل عشان يكبروهم على أنهم يدخلوا في مراحل من الإحباط والحزن فما يغطوش الله لا الرقم تعدل 45 من الصحف أنا بقولك اللي تم على الهواء يعني هم بيتصيادوهم لكن نحن تشوف صحفي أو إعلامي بيمارس دوره أمام الكاميرا وعلى الهواء مباشرة ويتعرض للخصف دي جرائم ودي منظمة المادة 19 عليها أنها تتدخل بشكل كبير لأنها مهمتها حماية الصحفيين في أماكن النزاعات